حرب كلامية بتشتعل بين الفنانة أصالة نصري والإعلاميتين ميل عدان وفجر السعيد اشتد الخلاف القائم بين الفنانة سورية أصالة نصري والإعلامية الكوائتية فجر السعيد وتعادت فجر أصالة برد عنيف إذا كانت بتقصدها هي بآخر تغريدتها واعتبرت إن ده إهانة وكانت أصالة أعادت نشر تغريدة لرجل الأعمال القطري البارز عادل علي ابن علي واللي كانت عبارة عن كلاب ضلة بتركض في الطريق وكانت مصحوبة بتعليق عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلبا في انتظارك التغريدة اللي أعادت أصالة نصري نشرها عبر حسابها الرسمي ولكن أرفقتها بتعليق جديد كان نصه بس الحمد لله إنهم بيعووا ما بيعضوا التعليق اللي فجر غضب الإعلامية فجر السعيد واعتبرته موجه لها من قبل أصالة وإنها تعمدت إنها تهنها من بعدها نشرت فجر الصورة لمنشور أصالة مع التعليق وردت عليها انتي من تقصدين ليكون أنا عشان إذا تقصديني عندي رد وإذا ما تقصديني ممكن أطوف هالج رجعت أصالة وردت بعد إشارة فجر السعيد ليها ونشرت تغريدة جديدة موجهة للإعلامية الكويتية ونشرت أصالة مقطع من أغنيتها الشهيرة شكرا وعلقت عليها اللي على رأسه بضحى وزاعل مفكر ما شملته بأغنيتي شكرا بصحح له وشكرا حتى للي ما بيعد ولو ما عويته ما كنت أنا كلها السنين موجودة ودخلت الإعلامية مي العيدان على خط الأزمة ونشرت تغريدة بترد فيها على أصالة لما قالت الحمد لله إنهم بيعووا ما بيعدوا وقالت مي العيدان إيه والله يا أصالة صدقتي كلامك صحيح والله زكرتيني بواحدة عملة مثل الخفاش بكل درج ومحطة رجل من جنسية مختلفة تمص دمه وترميه وبعدين تعمل حالها مسكينة وخنوها وتعمل دراما الدنيا مليانة ويا من شوف فيها ورد التاني على تغريدة أصالة واللي قالت فيها اللي على رأسه بطحة وزعل مفكر ما شملته بأغنيتي شكرا بصحح له شكرا حتى للي ما بيعد لو ما عويته ما كنت أنا كلها السنين موجودة وقالت مي العيدان الأصنام ضلت ألاف السنين حول الكعبة قبل الإسلام وكانوا بيعبدوها هل معناها إنها كان وضعها سليم وحقيقة وشيء إيجابي؟ لا طبعا إلى إن جاءها الحق بالدين الإسلامي وكسرها الأصنام شر تكسير قال إيه موجودة طول هالسنين يا شيخة ما حد جاب لي الأزن الوسطى غير صوتك وكانت فجر السعيد شنت في أواخر إبريل هجوم عنيف على أصالة متهمة إياها بإنها شمتت فيها أثناء مرضها ورحلة العلاج الطويلة وإنها تمنت لها الموت وقالت فجر السعيد إن أصالة رحمت عليها وقت مرضها بأصد السخرية وإنها نزلت بص وتترحم عليها فيه وذكرت إنها ماتت ولكن المستشفى اللي كنت فيها اتصلوا بيها وقالوا لها لازم تحزف البص وإنما مسحتهوش هنرفع عليكي قضية لإنها ما تزال حية أصالة وقتها حزفت البص ولكن أنا مش هخفر لأصالة أبدا ما حيت ترجمة نانسي قنقر